في فيديو سابق قبل كده من حالي اسبوع اتكلمنا عن بعض التحديثات الكبيرة اللي جاية الويندوز 11 فان شاء الله دلوقتي هتلاقى بتوصل لجميع المستخدمين بشكل تدريجي التحديث ده بينقول عليه تحديث فبراير 20-22 ففي الفيديو ده ان شاء الله هعرفك اكتر من تحديث برضو جاي الويندوز 11 ما ذكرناهمش الفيديو اللي فات زي تحديث ليه الويندوز ميديا بلاير والنوت باد وكمان بعض الاستقارات اللي هتكون موجودة في الويندوز وتحديث خاص بالأب بكر فانتعرف على كل ده من خلال الفيديو ده فمنتساش تعمل لنا لايك للفيديو عشان الفيديو هنتشر ونستمر في عمل الفيديوات ولأول مرة تشوف الفيديو من خلال قناتنا على اليوتيوب وعجبك المحتوى انشرفني انك تنضم للقناة وتعمل لها اشتراك وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة بسم الله الرحمن الرحيم معاكم احمد الجرنوسي ومش هنطول اكتر من كده ونخش مع بعض في الموضوع على طول واول ميزة معانا هنشوفها في فيديو هي ميزة الاب بكر الجديدة واحد يقول لي يا جرنوسي كلمنا عربيا قولك في بعض المصطلحات ما بقدرش ان انا اترجمها للعربي انا لو علي اقول كل حاجة بالعربي بس في مصطلحات كده على حسب المراجع اللي انا بشوفها وعلى حسب المواقع اللي انا بزورها وبشوف التحديثات دي وبعد كده بابدأ اجربها على جازي فالمصطلح باخده كده على بعضه وباجي اقوله لك فانت اخده على بعضه كده وبصراحة انا متعود استعمل الوندوز من صغري يعني بقى لي عشرين سنة بستعمله انجليش فشكله العربي انا بحب طبعا اللغة العربية وبعتز بها جدا بس شكل الوندوز باللغة العربية والايكونات على اليمين والحاجات دي ما بيكونش مألوف بالنسبة لي فمش ان انا مش عاوز العربي على حاجة والله ولكن انا تعودت على كده فحبيت اطبح ده بس عشان الناس تقول لي يا عم خلي الوندوز عربي ويشرح على العربي الموضوع بس بيكون صعب شوية فانا احاول على قد ما قدر بوضح بالعربي وبوضح بالانجليش هنا كمان في الانجليش مش قد كده بس بعض المصطلحات دي لازم نقولها وتعرفها فاول ميزة معانا هي فالأب بيكر دي هي القائمة بتاعة لما كنت بتيجي تضغط على ملف معين عشان تختار برنامج محدد كنت بتدوس عليه فاقتزهر لك القائمة بالشكل اللي متعودين عليه ده خليها قدامنا شوية بقى تعالى مجرب الاب بيكر الجديد في ويندوز 11 لملف معين هتلاحز ان التصميم تغير وبقى متطابق مع لغة التصميم الخاصة بويندوز 11 مع وجود حواف دائرية من الاطراف بتخلي شكل الويندو اجمل خصوصا مع الوضع المظلم من فوق هتلاقي موضح امتداد الملف اللي انت مختاره وده هيسهل عليك التركيز في اختيار البرنامج اللي انت عاوزه وخانة مور اوبشنز بدل اغر اوبشنز وموضح لك اكتر اختيار ابليكيشن من ميكروسوفت ستور او من البرامج المثبتة على النظام في الوقت الحالي وتحت فيه اولويز لو هتخلي البرنامج اللي هتختاره هو الافتراضي بشكل دايم او جاست وانس لو المرة دي بس وعلى الرغم من الاختلافات البسيطة دي وعادة ترتيب بعض العناصر بس القايمة دي افضل واسهل وشايفها ماشي اكتر مع تصميم ويندوز 11 الميزة التانية الجميلة بقى واللي بصراحة عجبتني جدا جدا ومعرفش ازاي نسيتها الفيديو اللي فات مع اني كنت يعني المفروض كنت هكتبها بس نسيتها في الاسكريبت وهي تصميم النوت باد الجديد خلينا اقول لك كده انك لو جيت تسأل اي يوزر بيستعمل ويندوز نظام تشغيل ويندوز وبيعتمد اكتر على النوت باد في تدوين الملاحظات انا مهما استعملت برامج كتابية لازم النوت باد دي بعتمد عليها بشكل كبير جدا في حاجات كتير جدا جدا فمن ضمن الحاجات الرخمة اللي لو جيت سألتني كمستخدم ليه النوت باد في الويندوز هتقول لي ايه هي اكتر رخمة مش عجبك في النوت باد هقولك الكنترول زد ان انا اعمل اندو لما باجي اعمل اندو فما بعرفش ان انا ارجع اكتر من خطوة كنت تكتب كده مهما تكتب تعمل اندو يبقى لاشلك الدنيا كلها فكان الموضوع ده رخم جدا وبيخليني انفر من استخدام برنامج النوت باد هتلاحز ان واجهة المستخدم قعدوا تصميمها برضو بحيث يناسب تصميم ويندوز 11 وبتدعم الدارك مود او لايت مود سواء من اعدادات النظام او بشكل منفرد من اعدادات النوت باد نفسها والقائم بقت ابسط واقل من قبل كده واحدثوا ميزة البحث والاستبدال بشكل منبسك فهتقدر تبحث بسهولة عن الكلمات اللي انت عاوزها او الكلمات المكررة وتستبدلها بكل سهولة ثالث تصميم جديد معانا هو الويندوز ميديا بلاير الجديد في ويندوز 11 لو تفتكروا قبل كده كنا منستعمل جروف ميوزيك اللي كانت او مايكروسوفت قتلته فيه 2017 تقريبا او 2018 وما بداناش نسمع عنه اوي ودلوقتي في ويندوز 11 لو جيت تسرش عنه مش هتلاقيه موجود ضمن الابليكيشنز المثبتة في ويندوز 11 فدلوقتي استبدلوه وحل محله تطبيق ويندوز ميديا بلاير المعادة تصميمه مع ويندوز 11 واللي بيدعم الدارك مود برضو فبيسأل عليك تصفح مقاطع الفيديو والموسيقى على جهازك وانشاء قائم تشغيل وادارتها وتقدر تبحث عن محتوى اضافي من خلال التطبيق او تضيف مجلد خاص بيك في مكتبتك ولسه امكانية التصفح مع تشغيل الفيديو بشكل مصغر وعايم على شاشة موجودة وبالمناسبة الفيديوهات اللي انتوا شايفينها دي هي فيديوهات قديمة لها لما كنت ببدأ اعمل محتوى كوميدي على اليوتيوب في سنة 2013 او 2014 تقريبا وكان التجربة كده بس ما كملتش واخيرا لو كان عندك مجموعة من الملفات او المقاطع الموسيقية واللي كنت بتستعملها في قوائم تشغيل برنامج جروف ميوزيك فادلوقتي هيتم ترحيلها بشكل تلقائي لبرنامج ويندوز ميديا بلاير الجديد اخيرا بقى في مزة اللي بقتلاغينا عنها في كل البرامج اللي بنستعملها زي التليجرام او الواتساب او حتى فيسبوك ميسنجر فالستيكرز من الحاجات الجميلة جدا والمعبرة عن المودات بتاعتنا وبيكون شكلها الظريف كده فما يا كروسوفت مش هتنسى الكلام ده وضفته مع البيجراوند او لما تيجي تعمل خلفية على الديسك توب تقدر تحط استيكرز معبرة عنك فبصراحة الميزة دي لسه ما وصلتنيش ولكن ان شاء الله برضو هتلاقوها في التحديثات ولكن هي شغالة عليها وهتلاقوها جاية كده في تحديث نبقى نجربها مع بعض وهيركى معاكم لما ييجي وقتها فدي كانت ابرز واهم الميزات اللي حبيتها شاركها معاكم ونكمل بيها فيديو الميزات بتاع ويندوز 11 والتحديث الكبير اللي شفناه فاللي ما شافهوش قدر يشوفه من هنا واللي لسه مش مشترك في القناة ممكن يشترك من هنا على طول ولو حابي تتابع الفيديوات الجاية منساش فعل زر او رمز الجرز علشان يوصلك شعر باي فيديو جديد بنزله على القناة ان شاء الله وحابي بعرف رأيك عن ابرز ميزة عجبتك من خلال الميزات اللي احنا قلناها فاكتب لي ده من خلال تعلاج تحت الفيديو انا عن نفسي عجبني ميزة الكنترول زد بشكل متكرر في برنامج نوت بات اخيرا بقى ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو واشوفك في فيديو جديد بإذن الله كان معاكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته